اهلا بكم الى موجز النشرة المسائية على قناة الحدث الافريقي تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية في الساعات الاولى من صباح الخميس من توقيف عنصر متطرف موالي لتنظيم داعش الارهابي يبلغ من العمر 36 سنة وذلك للاشتباه في انخراطه في التخطيط والاعداد لتنفيذ مشروع ارهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام وفي سياق متصل اكد بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية توقيف هذا العنصر المتطرف بمدينة تتوان في عملية امنية شاركت في تنفيذها مجموعة من عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية بتنسيق وتعاون ميداني من ضباط الشرطة القضائية العملين بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية تستمر عملية الدعم المقدمة للمتضررين من الحرائق في اقالم العرائش شفشاو وتتوان اذ من المقرر ان يتم صرف تعويضات جديدة مخصصة لاقتناء اللوازم المنزلية والتي تم تحديدها في 4000 درهم لكل اسرة اشهد سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب بموقف المملكة المغربية من قضية تايوان مبرزا ان الرباط تتشبث بوحدة اراضي الجمهورية الشعبية الصينية وهي غير قابلة للتقويض واشار المسؤول الصيني ذاته في تصريح لوسائل الاعلام امس الخميس بالرباط الى ان المملكة المغربية جددت موقفها الثابت والواضح من قضية النزاع بين الصين والتيوان مبرزا ان هذا الموقف لم يتغير وهو ثابت افريقيا اكد السفير المصري حسام عيسى ان بلاده تقف وراء اي جهد يسعى لتحقيق التوافق بين السودانيين من اجل المضي قدما بالمواطن في شتى المجالات وجاء ذلك عقب لقائه بمبادرة نداء اهل سودان بقاعة الصداقة يوم امس ويأتي هذا الدعم المصري من منطلق وحدة مصير البلدين على كافة المستويات لان امنه واستقرار سودان جزء لا يتجزأ من استقرار مصر اعلن وزير نقل المصري عن خطة لتطوير كافة الطرق والموانئ المصرية مشيرا الى ربط القطار السريع من السخنة الى سودان مؤكدا ان مصر لا تبيع الموانئ الخاصة بها ولا تملكها لاحد ولا يوجد احد من الشركاء يطمع في موانئ مصر موضحا ان مصر ترفض البنية الاساسية للموانئ بتصميمات من استشاريين مصريين ومتميزين وشركات مصرية وطنية وملكيتها لمصر ومصر تحتفظ بملكية البنية الاساسية نظم اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب الأربعاء صالونا توجيهيا لفائدة الطلبة الموجهين للدراسة في المغرب والمهتمين بالمجال وقال الاتحاد في اجاز نشره على صفحته الرسمية في الفيسبوك ان نشاطه السنوي يهدف الى تزويد الطلبة والبحثين بالمعلومات اللازمة التي تمكنهم من التسجيل في احسن ظروف بالمملكة المغربية وتذلل لهم صعوبات السفر وتمكنهم من ولوج الجامعات في الوقت المناسب اجرى الرئيس المالي محادثات هاتفية مع فلادمير بوتين بحث خلالها ملف امدادات الغذاء والاسمدة والوقود الروسية المحتملة لمالي وقال الكرملن في بيان صادر عنها انه بناء على محادثات الرئيسين تقرر ان تقوم الوزارات الروسية والمالية بتفعيل تعاونهم العملية كما ناقش الترفان تطوير تعاون ثنائية خصوصا في المجالات الاقتصادية وتجارية دوليا وصل نحو 300 افغاني عملوا لحساب اسبانيا في بلدهم الى مدريد على متن طائرة قادمة من باكستان الاربعاء بعد نحو عام على عودة طالبان الى السلطة في كابل وكان خوسي منويل الباريس وزير الخارجي الاسباني في استقبال هؤلاء الافغان مع عائلتهم واكد على دعم الحكومة لهم للاندماج لانه سيكون من الصعب عليهم العودة الى افغانستان في مستقبل قريب دخلت عقوبات الاتحاد الاوروبي على الفحم الروسي حيز التنفيذ بعد ان تم الاتفاق على حظر استيراد جميع اشكال الفحم الروسي في ابريل كجزء من الحزمة الخامسة من العقوبات المفروضة على روسيا وقد كان العاشر من وجد نهاية فترة التراجع بالنسبة للوالدات بهذا الخبر نأتي الى نهاية موجز المساء دمتم في حفظ الله الى اللقاء اشتركوا في القناة